وأن الاشتراكية قد انهزمت وتلاشت حتى في عقر دارها في المعسكر الشرق نفسه نعم وهل هنا التلميذ له الحق في الاستئناس ببعض الفلاسفة؟ نعم للتلميذ هنا أن يستأنس ببعض أقوال الفلاسفة لأن هذا يدخل أيضا في اجتهاده الشخص وقدرته على التفلسف دائما شكرا إذن عندما ينتهي التلميذ من هذا العمل فإنه يتجه إلى الجزء الثالث الذي يستعرض فيه منطق الخصوم ثم نقدهم ما المطلوب من التلميذ في هذه المرحلة؟ في هذه المرحلة نعم المطلوب هو التعرض إلى نقد أو قبل هذا إلى منطق الخصوم ثم نقد منطقهم وله أن يبين بشيء من الإجاز أدلتهم لأن التركيز الأساسي هنا حول النقد إذ المطلوب إثبات الأطروحة الوردة في السؤال ونقد نقيضها هذا إذن فالفرق يعني بين النقد في طريقة الجدالية وطريقة الاستقصاء بالوضع أن الهدف من النقد في الطريقة الجدالية بيان المبالغات التي وقع فيها أصحاب الأطروحة بينما هنا النقد يكون عميقا والهدف منه بيان فساد رؤية الخصوم لأننا عندما ننتقدهم فإننا ندافع بصورة غير مباشرة على الأطروحة الأولى التي ذكرناها في الجزء الأولي أليس كذلك أستاذ؟ بلى فعلا لأن المطلوبة هو الدفاع وبالتالي فالنقد هنا في هذه الطريقة بمثابة إذن إبطال لرأي الخصوم وفي الوقت ذاته تأكيد لصحة الأطروحة الوردة في السؤال شكرا إذن لم يبقى لنا سوى الخاتمة وهنا يمكن أن نطرح تساؤلا يكمن فيما يلي هل الخاتمة هنا هي نفسها في الطريقة الجدلية؟ هذا سؤال فعلا يعني يقع في الخلط فيه كثير من التلاميذ إذ أن لكل موضوع أو كل طريقة مقدمتها المناسبة وخاتمتها أيضا فإن خاتمة الطريقة الجدلية في الغالب نتبنى كما ذكرنا ما ورد في التركيب لكن هنا نتبنى طبعا ما يلي أي أن نقول ونؤكد على مشروعية هذه الأطروحة وإن كان تبنيها والدفاع عنها إذن يفهم من هنا أن الخاتمة وظيفتها الأساسية تكمن في تأكيد صحة مشروعية الأطروحة المنصوصة عليها في السؤال فعلا هذا ما ينبغي أن يكون في الخاتمة بالنسبة لطريقة الاستقصاء بالوضع وهكذا أنهينا الدرس الثاني فإلى الدرس الثالث مع النص الفلسفي كيف يتعامل التلميذ مع النص الذي هو مبين أمامه في الشاشة؟ إن النص الفلسفي له خطواته المعروفة أما ما يتعلق بالمقدمة فهي هنا عبارة عن إطار فلسفي أو سياق فلسفي حيث يتعرض التلميذ إلى المبحث المعرفي الذي ينتمي إليه هذا النص فلسفة العمل مثلا أو المعرفة أو يتحدث التلميذ في الإطار الفلسفي عما حمل صاحب النص أن يكتب في هذا الموضوع هذا فيما يخصه إذن المقدمة تأتي بعد ذلك مرحلة التحليل ولكن قبل هذا لا ننسى أن نذيل الإطار الفلسفي بطرح الإشكال التحليل نعم أستاذ هذا التحليل ما هي أهم المراحل التي يتضمنها؟ أما مرحلة محاولة حل المشكلة أو التحليل فنستهلها بضبط الموقف موقف صاحب النص أستاذ من أين يستلهم التلميذ هذا الموقف؟ الموقف هنا يستوحى من عبارات النص وبعد ذلك يتوجه التلميذ إلى استعراض الحجج والبراهين ودائما تستوحى من عبارات النص نعم أستاذ هل هنا التلميذ يقتصر فقط على استعراض الموقف والحجج فقط؟ سؤال كوجيه ليس الغرض هو استعراض هذه الحجج وهذه البرهين بل المطلوب إذن شرحها وتحليلها أي المطلوب أن يرينا التلميذ عملا أو نشاطا فلسفيا بعد هذا إذن تأتي مرحلة النقد والتقييم ماذا نعني بذلك؟ مرحلة النقد والتقييم إذن نبين فيها رأي الخصوم الذين عارضوا الفيلسوف كما هو الذين الآن في هذا النص إمانيوال كانت فنبين مثلا أن الأخلاق لا ينبغي أن ننظر إليها نظرة نظرية أو عقلية مثالية على أنها مبادئ دون النظر إلى النتائج كما قال خصومه من البراجماتيين أو أصحاب اللذة والألم هذا معنى إذن النقد باختصار وبعد مرحلة النقد والتقييم تبقى أمام الطالب إذن مرحلة أخيرة لا أستاذ قبل المرحلة الأخيرة نعم هل يمكن للتلميذ أن يترك بصمته في مرحلة النقد والتقييم؟ نعم التلميذ يمكنه طبعا أن يترك له بصمة هنا من خلال إبراز موقفه الشخصي من حيث أن هذا الفيلسوف مثلا قد بالغ في الانتصار للعقل وفي جنوحه إلى التحليق في الجو السماء في مثاليته وما إلى ذلك أي إذن أن يبين رأيه الشخصي كما تفضلت شكرا إذن لم يبقى لنا سوى الخاتمة فما مؤداها في النص؟ أما الخاتمة هنا فهي عبارة عن حوصلة أو خلاصة يستنتجها التلميذ من خلال تحليله لهذا النص فلا يقف إذن مع هذا أو ذاك بل يتبنى موقفا وسطا أو معتدلا بهذا نكون قد أنهينا الموضوع الثالث من امتحان شهادة البكالوريا تمنياتنا لكم أيها الطلبة الأعزاء بالنجاح والتفوق في شهادة البكالوريا وإلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة